موسيقى أسعد الله وقاتكم بكل خير متابعين مرحبا بكم معنا إلى البرنامجكم الإخبار الجزائر اليوم حديثنا لهذا العدد سيكون على ضوء الزيارة التي قادت الوزير الأول سيد عبد العزيز جراد إلى ولاية تندوف سيكون لدينا حديث اجتماعي واقتصادي لهذه المنطقة ولمناطق الجنوب بصفة عامة للحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد عبد الرحمن بن يمين الخبير في الاقتصاد العقاري والهندسة المالية مرحبا بكم سيدي مرحبا شكرا للاستضافة شكرا لتلبية هذه الدعوة لكن قبل بداية النقاش يلتحق بنا عبر الهاتف مفدنا إلى تندوف الزميل زكريا ميهوبي زكريا مرحبا ربما السؤال يطرح نفسه ما هي أهم المشاريع التي وقف عندها السيدة الوزيرة الأول وأهم التوجيهات التي قدمها إلى السلطات المحلية في ولاية تندوف نعم مساء الخير سيد أحمد ومساء الخير لكل مشاهدين الكرامة اختتم الوزير الأول عبد العزيز جراد زيارته زيارة العمل والتفقد التي قدته إلى ولاية تندوف قبل حوالي ساعة من الآن وهي الزيارة التي ميزتها وقوف الوزير الأول على عدد من النقاط بالولاية وقف على سير التنمية وقف على بعض مشاكل الولاية كما نستطيع وصف الزيارة أنها تخذت طابعا اقتصاديا حيث جهدنا فيها إعلان الوزير الأول على عزم الدولة إنشاء منطقة تبادل تجاري حر بهذه الولاية الحدودية على الحدود الجزائرية الموريطانية وكذلك ستعمم هذه التجربة إلى مختلف دول الجوار وأشار بالذكر إلى دولة النيجر ومالي الوزير الأول خلال هذه الزيارة تطرق إلى موضوع نقاط الظل والذي أشار أنه يحظى بمتابعة يومية من قبل السلطات العمومية وتطور تكفل بهذا الملف كما وقف الوزير الأول فيد أحمد هنا بتندوف على بعض المشاريع الزراعية ومشاريع التبريد غرف التبريد حيث أكد أن هذه الحركة الاقتصادية يجب أن تأخذ منها طابعا المنتج والمدير لطروات في الاقتصاد الوطني وبما أن راهن الذي يعرفه جميع الراهن الصحي الوزير الأول دار المستشفى المختلط هنا بتندوف حيث حيى العاملين بقطاع الصحة وكذا المختلف الشركاء العاملين من إدارة محلية ومختلف أجزة الأمن خاصة بالذكر مؤسسة الجيش الوطني الشعبي الوزير الأول كذلك وفي الشق الاجتماعي أشرف على تسليم عدد من مفاتيح السكانات المواطنين هنا بتندوف شكرا جزيلا لك زميل زكريا ميهوبي كنت معنا عبر الهاتف من تندوف شكرا جزيلا لك نعود إلى البلاطو معكم سيدة بحمن بن يمين ربما أول نقطة نبدأ بها وهي مدام أن حسابة الزميل زكريا ميهوبي قال إن زيارة الوزير الأول سيدة عبد العزيز جراد أخذت طابعا اقتصاديا لما نتحدث عن تندوف نتحدث عن منطقة جنوبية ومنطقة حدودية أيضا سيد عبد الرحمن بن يمين كخبير في الهندسة العقارية وفي الاقتصاد العقاري والهندسة المالية هذه الزيارة أولا ما هي رمزيتها سيدة بن يمين بسم الله الرحمن الرحيم شوف أول رمزية وأول مؤشر نشوفهم هذا الزيارة هو أننا تندوف سالجنوب الغربي يعني أننا بدينا ننظر للجنوب الجزائري كنقطة انطلاق للاقتصاد ولهذا كل الولايات الجنوبية لازم تكون عندها تلك الرمزية الاقتصادية لسببين أولا هناك توزيع مساحي وهناك توزيع سكاني ونعرف إحنا يا بلي المخطط الوطني لتهيئة الإقليم جاء ليمتص ذلك الاختلال بين التوزيع السكاني والتوزيع المساحي بمعنى في الساحل في الصحراء أفون المساحة شعال 87% توزيع السكاني 9% إذن كنا عارفوا برك بلي الصحراء عندنا 87% من مساحة الجزائر اللي هي مليونين تقريبا مليون 2.8 ألف كيلومتر مربع ما زال ما قدرناش نبنيوها وبقينا في النظرة القديمة وبقينا حتى في النظرة الاستعمارية لأن الاستعمار شاف الجزائر كنقطة من الجنوب فقط أنه كمصدر للثروات وفقه خاصة في مقربة الاستقلال وبقينا في هذه النظرة لأسباب تاريخية وعدة وكانت محاولات لكن إلى بدنا أولت زيارات من هذا المستوى للمناطق الجنوبية على أساس أن تكون برامج اقتصادية وأي برنامج اقتصادي حتماً سيكون أثره الاجتماعي لأنه نقول زيارة اجتماعية برنامج اجتماعي ممكن نقرأه سكنات لكن لما نقرأه برنامج اقتصادي هذه ليست سكنات فقط هذه مدن بكل بنيتها التحتية مناطق صناعية مناطق فلاحية وذلك نرى في هذه الأمور كيف نطوره جنوبنا وبالتالي كمؤشر ولاية جنوبية جنوب غربي أننا بدينا نتحركه رح نتحركه في مساحة 87% لهي تكون ثروة 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 كبيرة والثروة الاقتصادية على الجزائر على شرط يعني على شرط أنه يكون هذا التحرك وهذا المؤشر يدخل في إطار نموذج اقتصادي واضح جيد سيدة عبد الرحمن بن يمين الآن مدام تحدثت على نموذج اقتصادي واضح النموذج يقوم على أولويات الآن ما هي الأولويات في هذه المناطق ما الذي يمكن أن نقوم به ويمكن أن تكون هناك قيمة مضافة ظاهرة على المستوى المتوسط وحتى القارب لما لا سيد بن يمين شوف كون زمان ننظر للجزائر جنوب وفقط رح ندير نفس الخطأ اللي كون ننظر للشمال شمال وفقط لكن نظرة على الجزائر ننظر لها أولا بأنها عندها تغلغل في إفريقيا بألفين كيلومتر هو مهمة جدا على الوقت لما تشوف الطائرة تمر على الجزائر من الساحل الجزائري إلى أقصى الجنوب ها يدير تلت سوايع تلت سوايع طائرة سأل جيلوندر وما نستغلوش هذا الجانب التجاري في العمق هذا على الجزائر يعني وناس سبقتنا لكن هذا ما يمنعش نرجع لك لسؤالك اللي هو مهم إذن النظرة ننظر ننظر إلى الصحراء لكن لا ننسى مدة طويلة الصحراء كانت كانت مدد للشمال نحن أدرك رح نشوف لازم مدد الشمال وجزء من الهضاب العليا يكون مدد بشري مدد تكنولوجي مع احترامي لأهل الصحراء مدد علمي وكذلك موارد مالية وغيرها من الموارد لبناء الصحراء نعم هذا هو الأولويات أولا النموذج الاقتصادي الجزائري أولا لازم يكون لأنه وش معنى النموذج للمواطن البسيط لموذة الإيكونوميك كيفاش تربح مال هذا هو كيفاش الجزائري يعني بكل بساطة بكل بساطة هذا هو التعريب بسيط إذا النموذج الاقتصادي هذا لازم يكون عنده عنوان بارز العنوان البارز اللي نشوفه وندفع عليه منذ سنوات أن الجزائر يجب أن تكون دولة مصدرة لغير تكون تستورد لكن يجب أن تكون دولة مصدرة وش تصدر الجزائر إذا تكلمنا على الصحراء نصدروا طاقة كين دول مجاورة سبقونا وكنا قادرين نسبقوها في 2007 نصدروا من خلال المناجم سنقوم بني منا مثلا أنا جايك لأنه شي اللي الحق يعني بكل موضوعية شي اللي أعجبني أنه فصلنا الثروات المنجمية لأنه لما نتكلم على الثروات المنجمية ونقولها وأهل الاقتصادة وعلى بلهم وأهل التخصصة وعلى بلهم منجم غار جبيلات وحده يكون قاطر اقتصادية للجزائر علاش لأنه ممكن لما نتكلم على منجم غار جبيلات الناس تقول وعلاش يكون قاطرة شوف في دول أمريكا ودول أخرى كيفاش تطورت رحت للمناجم يجيبوا عمال هذا كل عمال يجيبوا أزواجهم وأبنائهم لما يجوا أزواجهم وأبنائهم يبنونهم مدن بالتدريج حتى يلقى روحوا ابناء مدينة مدينة أولى مدينة ثانية حتى تلقى الجنوب بتاعك كله مبني فما بيولك عنا نماذج في دول أخرى شايفينها شايفين عابلك عندنا ميزة أننا يعني ناس سبقونا وسبقونا في أخطائهم ممكن نمشو إذن نستفيد من أخطائهم أيضا نشوفوا نشوفوا أخطائهم نشوفوا الثروات المنجمية والشي اللي نقولوا باش نتفهموا الشي اللي نقولوا موش جديد يعرفوه كل جزائريين لكن لوجيني وين راه نذكرهم بعد نذكروا لوجيني وين راه أولا الثروات المنجمية ونقولها ونعودها غارج بلاد سيفري أمو من دوني كان فيه The Problem Technique أما كونيسونس إلى يومنا هذا The Problem Technique تعالجوا هذه المشاكل التقنية غارج بلاد تكون قطرة اقتصادية تصدير الطاقة والثروة الفلاحية هذه كلها والثروة الحيوانية نعم على بالك الأراضي الرعاوية همناها في الجزائر والأراضي الرعاوية تكون خدمة للثروة الحيوانية والثروة الحيوانية راهي 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 كما يقولوا جزء من الاقتصاد الكابل لأنه هي في الحقيقة توازنات ثروة فلاحية ثروة حيوانية لوجيني ما شيء أنه نذكره هذا الأمور ما هي الميكانيزمات باش تتحرك هذا الأدوات يعني هذا المطلوب حتى الوزير الأول في زيارته يعني كان أعطى تعليمات للسلطات المحلية قالهم يجب أن يلمس المواطن ما نقوله اليوم ترمي شوف كان مؤشرة على الجنوب لكن كان مؤشرة جديدة ظهر في الدولة الجديدة هو أنه اكتشفنا أنه عشرين في المية من سكان الجزائر يعيشون تحت الفقر لما نقول عشرين في المية هو ممكن المواطن الجزائري سمع رقم ثمين ملايين ونص لكن أنا أدعو المواطن الجزائري وأدعو الجميع لما تسمع رقم دلوا النسبة وباش تقيسوا عشرين في المية عايشين تحت الفقر ومدن ساحلية الجزائر وهران احترامي للمدن حلالنا في العاصمة عايشين يعني شوية فوق زيادة هذا يعتبر اختلال توازن في توزيع الثروات ولهذا في سياسة الدولة تم التركيز على مناطق الظل اسمها مناطق الظل إذن إذن إذا نزيد مؤشر كان أولا الجنوب هو مركز ثق لاقتصاد الجزائري لأن عندنا مساحة النقطة الثانية لكون محرك للنموذج الاقتصادي مناطق الظل باش تجي انفا انطريني مناطق الظل قال لازم يخرجوا من الفقر لكن نديروا نظرة كلية لاتمدنها نظرة اقتصادية كان نديروا نموذج اقتصادي رانا نحتوي وهذا ما نتقضل ورانا نحتوي وهالنظرة الجنوبية للاقتصاد الجزائري كان خطأ استراتيجي كانت ديرات الجزائر وان شاء الله بالنظرة الجديدة هذه من ديروهش هو أننا كنا ننظر لمساحة الجزائر نظرة مساحية لكن هي يجب أن ننظر لمساحة الجزائر نظرة حجمية يعني ما تحت الأرض وما فوق الأرض ما نجيش نبني نبني مدينة في مكان عندي غاز عندي مياه ما نجيش نغطي أراضي اللي رح ندير فيها مسطحات لتكوين الطاقة وتصدير الطاقة إذا لما تكون عندنا تلك النظرة الحجمية في آن واحد مربوطة بنموذج اقتصادي لازم نتفقوا عليه نموذج اقتصادي نعاود ونذكر تحت عنوان الجزائر مصدرة نعم إذن تحدثت على عدة نقاط السيد عبد الرحمن بن يمينة عن قضية الفلاحة ولما نتحدث عن الفلاحة يجب أن ندخل الثروة الحيوانية لأنها مدرجة ضمن الفلاحة قضية الصناعة أيضا الآن هناك حديث جديد عن الفلاحة الصناعية سيد عبد الرحمن بن يمينة بن يمينة مدم أنه الآن سيكون هناك دوان خاص بالصناعة التحويلية في هذه المناطق الجنوبية يهتم بالذرة وبكل النباتات التي تعطينا زيوت سيد عبد الرحمن شوف على بالك هذه النقطة مهمة جدا مهمة سواء في الجنوب ولا في المناطق الأخرى على الجزائر الفلاحة قوة هاوش اكتفاء ذاتي في نهاية المطاف لما تجي الأزمات لازم نقدره نكتفه ذاتيا فيما يخص ماكلتنا لأنه لما نكتفي ذاتيا فيما يخص الشيء اللي نحتاجه واش معناه معناه رح نقلل من المصاريف لما رح نقلل من المصاريف لما رح نحسن الميزان التجاري ولما تكلمت بأجالة تكلمت على التصدير لكنها كان نقطة مهمة جدا البعض يظن يقولك لازم يكون عندنا دينار قوي هنا برك النبه علماء الاقتصاد يعرفوا هذا النبه أنه باش نصدروا لازم دينارنا يكون متوازن لأنه لكان قوي جدا غير ممكن باش ندخله في التنافس تعتجارة دولية وبتالي يجب أن يكون دينار مقبول لنقدروا نبيعه به خاصة وأننا دخلين متأخرين إذا دخلنا للتجارة الدولية وبالتالي نرجع قضية الفلاحة الصناعية شوف لأنه لأنه نمشو هل الفلاحة نصدر ولا نصدر لما نصنع ولا كين توازن نظن بأنه لحي يكون توازن لكن الفلاحة الصناعية تمشي بتجانس قل ليش عرك تنتج نوجد لك الاندوستري نسيسار ومبعد في الاندوستري هذا ما هو الشي اللي تخليها هنا في الجزائر ووهم ما هو الشي اللي نصدروه باش ما نعودوش نطيحو في أننا نصدر الفائض التصدير ليس تصدير الفائض تصدير هي استراتيجية من الأول لما قلت أنت تحدد أرض بالضبط وشي هتجيب لك موجهة للتصدير باش نعرف هل هذه الأرض موجهة للتصدير كليا ولا جزءا للتصنيع هذه كلها استراتيجية استراتيجية دائما أعود لنموج اقتصادي ودائما لضبط المرحلية في الميزان التجاري الآن عندنا ميزان تجاري باش ما تذكرواش الأرقام والجزائرين كلهم يعرفوا الأرقام ما نستورده وما نصدره من بعد لازم يكون عندنا برنامج أقل شيء ثلاثين سنة يعني لازم نجاوزوا هذه برنامج ثلاث سنين ربع سنين خمس سنين لازم تكون عندنا نظرة كلية ومعليش نصوبها ياباتو روبليم نديروا برنامج تحت ثلاثين خمسين سنة قال ما هي النسبة تحت تصدير لازم تلحق لها الجزائر ما هي الأزمات اللي ممكن تلاقينا في الغسط وما هو مركز ثقل هنا راح نجي نقطة مهمة وكان واحد النظرة مقاربة كنت قتمتها عندي سنتين نظن والله في القناة ولا في الإذاعة الوطنية وهذا المقاربة ممكن تفيد لنتصور أن الجزائر شركة كبيرة عندها ثمانية وربعين شركة على المستوى ثمانية وربعين وحدة على المستوى الوطني لما نقول ثمانية وربعين إلا تسمحوا لي بشل هذا المقاربة نعم تفضل لما نقول ثمانية وربعين وحدة يعني ثمانية وربعين وولاية بغض النظر عن الولاية والثمانية وابتزاة منطقة صناعية جس podr نتتصوروا كل وحدة ذكما راح نديروا مع احترام ردفع لكم سبتلونا مراح نديروا منطقة صناعية في منطقة المنطقة منحتاجوش فيها منطقة صناعية شير هذا ما عندناش الهندسة المالية اللي تكفي لذلك لكن لما نتصوروا شركة قال هذه الشركة فيها 48 وحدة على المستوى الوطني ما هي الوحدات المركزية ما هو مركز تقل الاستثمار استراتيجي للجزائر واش معناه مركز تقل الاستثمار للجزائر نرجع ثائما اعتبره مثال قوي غرج بلات كيفاش واش ندير الغرج بلات هنا اولا غرج بلات ستكون كاباسيتي طعم نجم نقومها وندلها هندسة مالية استراتيجية قال شعال تمدلي على عشرين على ثلاثين سنة وشعال نقدر نخرج وشعال يدي له بارتونار يجي لها تكون بارتونار كان امور لازم يتقنون هذا مركز تقل الاول هذا مركز تقل ثاني هذا مركز تقل ثالث وصحاب الهندسة يعرفوا نبما نتكلم على مراكز تقل وبالتالي نعرف كل ولاية اللي يمثلها على شكل الشركة واللي واللي دوروا بها موارد بشرية كل ولاية والوحدة التاحة شعال ممكن تجيب ربح وشعال تحتاج إلى موارد باش تحقق اقتصاد والمجموع كله يحقق نموذج اقتصادي جزائري جيد لا يمكن والإقلاع بالفلاحة ولا بالصناعة من دون طاقة السيد عبد الرحمن بن يامين هنا أتحدث عن استقلال الطاقة الشمسية في مناطق الجنوب لتحرك الصناعة ولتحرك الاستثمار الفلاحي ايضاً في كلمة رانا معطلين لأنه الطاقة متأخرين ايه رانا متأخرين يعني الطاقة اللي عندنا نقدر نصدره ونخليه لنا عليش قلت لك عندنا سبعة وثمانين فيلمية من المساحة غير مستغلة نعم ومبعد تجي هنايا للساحل تلقى ديليستاش في الزون انديستريال تتصور ديليستاش معناه كان بوست الكتريك غير كافي باش يغطي هذه المنطقة عندنا مناطق صناعية يمولوا اجهزاتهم الصناعية بال 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 بالجروب الالكتروجين شكراً بالجروب الالكتروجين إذن لما نعرف بلي عندنا طاقة إذن مشي ما عندناش ثروة رانا خاطئين في اتجاه الثروة هذه اللي أولى يعني حتى لنعيد تجربة المحاولات الكهربائية أو مولدات الطاقة في الساحل أو في الشمال يجب أن نستثمر في هذه الطاقات البديلة في الجنوب هذه نقطة أخرى لما نصدر الثمن الوحدة اللي نعسوها أكثر وشن هي هي التكاليف وفي التكاليف اللي نعسوها أكثر هي تكاليف النقل لكن لما أنت تكون في الجنوب وفي المخطط الوطني عندنا عندنا طناشر ولاية حدودية اللي ممكن نديروا فيها مشاريع استثمارية عابرة للحدود عندك المغرب مننا عندك موريطانيا عندك المالية عندك النيجر سيفرية عندها اتفاقات دولية ممكن يعني الاسبيساليست يناقشوها لكن لكن لكو دو تانسبور نلغر ابروشين جيد وهذه نقطة مهمة ربما تثيرنا إلى قضية مهمة هي قضية المناطق التجارية الحرة سيد عبد الرحمن بن يمين يوم الوزير تحدث على منطقة حرمة بين الجزائر وموريطانيا من باب تحسين الحاصل نعم ألا باب تدير منطقة تجارية حرية من باب تحسين الحاصل بس لازم يكون عندك نموذج اقتصادي لأنه منطقة تجارية حرية حرة رايحة لبا اسمها يغلبك يتغلب إذن أنا نشوف في البليل مناطق تجارية حرة يعني فيها تنافسية إيه خلاص لأنه لما ألا باب لك في التجارة الدولية تستورد وتصدر الميزان التجاري هو في صراع دائم بين الواردات والصادرات يعني نحن الأساس الأساس أنه يكون الواردات هي أجهزة للاستثمار ما تكونش الواردات ما نستورده ما نأكله وأنه الصادرات أنه الصادرات أنه يكون منتوج يتموقع ويجبنا عملة صعبة وبالتالي هذك العملة الصعبة التي تدخل وهذك الدينار المتوسط ليسمحنا نصدر نقعد الرقب في التوازنات باش نديروا استثمارات داخلية على هذه تفضل سيد عبد الرحمن بن يمين كلامك ربما يقودون إلى محاور أخرى سنتترقوا إليها في مناسبات وفرص أخرى بحول الله سيد عبد الرحمن بن يمين الخبير في الاقتصاد العقاري والهندسة المالية شكرا شكرا ربما يترك فيك وعلى هذه المعلومات متواصلون معكم مشاهدين إلى الملف الثاني ترجمة نانسي قنقر نعود إلى البلاطو وإلى منفنا الثاني في الجزائر اليوم لهذا العدد سيكون نقاشنا حول سوق التأمينات في الجزائر مع ضيفي الكريم سيد حسن خليفاتي النائب الأول لجمعية شركات التأمين الجزائرية مرحبا بكم سيدي مرحبا أهلا وسهلا مساء الخير المشاهدين شكرا سيد حسن خليفاتي أول شيء نبدأ به وهو تقييم ربما سنة 2019 وردت العديد من الأرقام الخاصة بسنة 2019 وأيضا الثلاثي الأول من سنة 2020 ربما الشركات تقول إنها تكبدت خسائر كبيرة في هذه المرحلة هل هذه المعلومات صحيحة سيد حسن خليفاتي نعم إذا رأينا 2019 بالنسبة ل2018 كانت سنة يعني عادية لأنه كان هناك نمو لرقم أعمال شركة التأمين بحوالي 6% لكن 6% جاءت من العقود يعني الصناعية وكذلك العقود الدولية لكن بداية 2019 كانت بداية صعبة لقطع التأمينات بدأت بإجبارية تحصيل ما يسمى ضريبة على التلوث التي كان أثر على قصة على قصة على قصة على قصة التأمينات بحيث أن انخفض رقم أعمال قطع التأمينات خاصة في السيارات وبعد ذلك جاءت أزمة صحية أو ما يسمى أزمة الكوفيد 19 التي خلت تراجع رهيب في رقم أعمال شركة التأمين كنا لاحظنا أنه في مارس 2020 كان تراجع وصل إلى حوالي 30% أفريل كان بعض الشركات لتراجع فيها إلى 50% إلى 60% من رقم أعمال لشهر أفريل لكن إذا نشوف خسائر حوالي 600 مليار سنتيم يعني شوية أكثر إذا أخذنا إلى غاية آخر آخر ماي يعني وصلنا إلى ألف مليار سنتيم يعني عشر مليار دينار تراجع رقم أعمال لأنه تراجع رقم أعمال في جانب يعني الكوفيد وكذلك تراجع رقم أعمال الذي يصل حتى يعني هي حوالي عشرين مليار دينار يعني ألفين مليار سنتيم إذا جمعنا تراجع الضريبة وتراجع رقم الأعمال في جوان بدأت الأمور تعود إلى التوازن لكن بقينا متراجعين لأنه نتوقع أن يكون التراجع بحوالي عشرين بالمائة في آخر السنة إلى خمسة وعشرين بالنسبة لإجمال رقم أعمال يعني ما يحاول عوالي 30 إلى أربعين مليار دينار لكن الشيء الثاني الآخر السلبي الآخر الذي سيكون صعب التحكم فيه هو صعوبة الحصول على الإتوات للتأمينات التي كان لشركات العمومية والخاصة الصغيرة وهي كذلك تأثرت بالكورونا يعني تحصيل حاصل إفي دومينو يعني إفي دومينو وهما يخلوا يعني توازن المالي لشركة التأمين سيكون صعب التحقيق في 2020 لهذا جمعية شركة التأمين كانت رسلت وزارة المالية منذ حوالي شهر ونص يعني ونعطينا يعني الوضعية لها في القطاع وعطينا بعض الحلول الحلول القانونية الحلول التقنية لكي نواجه هذا لأنه مازالت الأمور لأنه اليوم لدينا ثلاثة شهر في الأزمة لكن الأمور مازالت مازال الآثار مازال هي جهة سيد خليفة السنة تحدثوا عن بعض قليل عن هذه الحلول التي قدمتمها إلى الوزارة الواصية لكن الآن قد يتساءل المشاهد كيف أثرت هذه الأزمة على شركات التأمين والله قلت لك عن تأثير على أثنين ما نتكلمش على حولنا شركة التأمين وواجهنا أن نتخذ إجراءات وقائية سرحنا العمال تأخذنا كل ما كان خاصة في الأسابيع الأولى لكن التأثير هو انخفاض سيولة شركة التأمين وإذا انخفضت سيولة شركة التأمين لا يكون لدينا القدرة على تمويل الاقتصاد هذه أولا ثانيا انخفاض رقم الأعمال إذا خفض رقم الأعمال توقع أزمة مالية يخلي شركة التأمين ممكن أن تفكر في تسريح العمال إذا ما كانت معه وانطلقت العجلة النمو ثالثا هو إذا مخزون الإتوات الغير محصلة ارتفع كثيرا سيكون لديه أثر مباشرة على نتائج الميزانية لشركة التأمين وهذا سيجعل تفقد التوازن التحل المالي ويجعلها في حرج مع طريقة نموها كل هذا يجعل أنه اليوم شركة التأمين هي شركات كأي شركات في الجزائر وفي العالم سيكون إذا ما كانت هناك إعادة انطلاق الاقتصاد الوطني سيولة ستنقص وإذا سيقص الاستثمار ستنقص التعويضات ممكن تكون مضطرة إلى تسريح بعض جزء أو بعض من العمال لهذا نقول أنه الأثر كان مباشرة على قطاع التأمين وكذلك تأثير هو تأثير كبير لهو إجبارية تحصيل ضريبة التلوث الذي وضع على عاتق شركة التأمين وكنا كجمعية وكشركات حاولنا وقلنا أنه لا يمكن أن هذا يبقى ساري المفعول لكن الأمور مشات بغير ما نشتهي ولهذا حذرنا من الآثار قبل الوزارة القاد السابقة نعم جيد سيد حسن خليفاتي لكن هناك من يقول أن تأثيرات كوفيد 19 ألم يمكن استغلالها من الجانب الإيجابي من خلال بيع منتجات تتماشى مع الوضع الصحي سيد خليفاتي لا يعني شوف هي صح هذا جدل عالمي لأن أزمة الكوفيد 19 إذا أزمة كانت مفاجئة للعالم ولكل أكبر شركات العالمية اليوم لا يوجد جواب لأزمة صحية من نوع كوفيد 19 لكن هناك شركات وكقطاع وكشركات عالمية هناك اتصالات هناك تفكير أنه في السنوات القادمة ممكن حتى في سنة 2021 يعني حتى كلقاح يعني راح تكون هناك جديد في 2021 بالنسبة للوقاح يعني هناك تفكير هناك بحوث هناك مخابر راح تعمل نقول لك أنه اليوم شركات التأمين راح تفكر في الجزائر وفي غير الجزائر أنه راح تطرح منتوجات في السنوات القادمة لتحمي الاقتصاد أزمات يعني مثل الكوفيد 19 لأنه مثلا هناك يعني بعض التأمينات ما يسمى تأمين على الكوارث الطبيعية هذه نعرف نديرها لكن يعني الأزمة الصحية عمرها ما فكرنا أنه تطول لأنه كانت هناك أزمات صحية تدوم عشر يام وخمسة يوم في مناطق معينة لكن أن تكون الأزمة عالمية وتكون عند تأثيرات اقتصادية سياسية اجتماعية هذه أول مرة تحدث البشرية لهذا اليوم أكبر شركة إعادة التأمين العالمية ستفكر مع أكبر شركات العالمية للتأمينات ونحن الجزائريين جزء من هذه المنظومة العالمية للتأمين إن شاء الله نظن في سبتمبر أو أكتوب ستكون هناك الجديد ونطرح ممكن في عقود التجديد لـ 2021 لحماية الاقتصاد لحماية الشركات الكبرى وحتى لحماية الشركات الصغرى من مطاعم من حرفيين جيد من بين المنتجات الجديدة التي دخلت حيث التعامل مع الزبائن وهي قضية التأمين على الجريمة الإلكترونية سيد حسن خليفات ربما القليل من المشاهدين من هو مطلع على هذه المعلومة أن الآن الشركة يمكنها أن تؤمن نفسها من الجريمة الإلكترونية نعم هذه من الجريمة جديدة تتبع تطور الاقتصاد وتطور آلية الاقتصاد وتطور الشركات أو ما يسمى السيبر كريميناليتي أو السيبر نيتيك هذه بدأت شركات لكن هذه نعملها تحت في إطار عروض عالمية لإعادة التأمين لأنها فيها تقنية كثيرة فيها سيطري دقيقة لازم تكون معلومات دقيقة وهذا في بداية الطريق كان بعض الشركات تطلب معلومات وكل شركة الجزائرية تتاجه عادة لأكبر الشركات العالمية التي طورت هذه المنتجات لأنها مثل ما يسمى أخطار الإرهاب أو أخطار ما يسمى التيروريزم أو حتى أخطار معروفة متخصصة مجيد أعود إليك سيد حسن خليفتي أدعوك وأدعو المشاهدين لمتابعة هذا الموضوع لزميلة ليندا مكي حول سوق التأمينات في الجزائر التأمينات بالجزائر من القطاعات الهامة والمعول عليها مستقبلا قطاع مر بعدة مراحل شهدت تطورا ظل محتجما بالنظر إلى الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته البلاد حول عدة مؤسسات خاصة التأمينات في مجال المنافسة إلى جانب المؤسسات العمومية التي صنعت مجد سوق التأمينات بالجزائر ترسانة قانونية رافقت عملية تطوير القطاع من أجل تنظيمه ومراقبته يتمشى مع المسعى الاقتصادي الحديث ورغم أن القطاع سجل نموا مضطردا إلا أن ينعكس على تطلعات الزبائن هذا بالإضافة إلى عدم قدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والأزمات ففي ظل جائحة كورونا التي أضحى تداعيتها تؤثر بشكل كبير على القطاع الاقتصادي لا سيما تدابير الحجر الصحي المفروضة في إطار مكافحة هذا الفايروس وما فرضته من تقليس عدد العمال في المؤسسات إذن كان هذا الموضوع للزميلة لإندا بكينا أعود إلى الأبلاطي والأضافينا الكريم سيد حسن خليفاتي سيد حسن خليفاتي كنت تحدث على تأثر الشركات بقضية نقص استيراد السيارات وأيضا قضية التأمين مدام دخل تضاربها الجديدة على البيئة لكن هناك مؤشر آخر وهي قضية تأمين على السكنات مزال في الجزائر التأمين على السكنات محتشم جدا ربما لا أدري إن كانت المعلومة صحيحة عشرة بالمئة فقط من الجزائريين يؤمنون مساكنهم سيد خليفاتي هو أكثر كارثة من نقاع شابني هي حوالي خمسة خمسة بالمئة لأنه لأنه في الجزائر عادة يعني الجزائريين عنا عنا دولة ما شاء الله يعني كريمة إذا حدثت كارثة أن الدولة دائما تكون هي سباقة لتعويض المتضررين لكن هو تأمين على السكن هو ضروري ومهم لحفاظ إحنا نحاول أن نقول للمؤمنين أنك تحافظ على رأس مالك يعني هذا السكن والسيارة هو رأس مال هو يعني كابيتال لكن نشوف أنه في بعض الأحيان لما تكون هناك يعني بعض العروض المغرية يعني يعني يكون هناك تجاوب لكن الجزائريين كانوا يعني من زمان يعني منذ زمن الاحتكار كان عندهم علاقة بالتأمين شوية شوية كيفش يقولوا علاقة باردة يعني علاقة باردة واليوم يعني هي من مسؤولية شركة التأمين أنها أنها تحسن العروض تحسن الاستقبال تحسن يعني كذلك التعويض تحسن مدة نقص مدة التعويض إلى أقل درجة إدخال تكنولوجية الاتصال يعني اليوم مثلا أزمة الكوفيد هذه أعطتنا صورة يعني لتخلفنا التكنولوجي كشركة تأمين لهذا العصر والرقمنا اليوم تتطلب أن تكون أولوية لأولويات لشركة التأمين للبنوك وحتى لكل القطاعات التجارية ونظن أن شركة التأمين اليوم بدأت إخذات الدرس وهناك مشاريع كبرى في قطاع التأمينات باش نمشي سريعا في الرقمنا وفي تطوير القطاع جيد سيدة حسن أخليفة لما لم تتحدث على علاقة المؤمن والمؤمن قلت أنها علاقة بريدة ألا ترى أن بعض الأطرحات من عند الزبائن هي وقعية لما يقول لك ربما التأمين لا يكون قد الضرر لما يقول لك أنه في عوائق بيروقراطية لما يقول لك أن التأمين يأخذ وقت طويل ربما لا يوجد إغراء وليس تحفيزات أيضا لهذا الزبون حتى تعود العلاقة بينها وبين المؤمن أنا من وفقك أن مسؤولية شركة التأمين في نوعية الخدمات مسؤولية حقيقية وما لا يجب نتهرب منها لأن بنيت المنافسة في الجزائر على حرب الأسعار وليس على تحسين الخدمات ونوعية الخدمات لكن هذا يرجع كذلك لمسؤولية ما يسمى سلطة الضبط وهي دائما نطالب أن تكون سلطة الضبط مستقلة عن كل القطاعات اليوم سلطة الضبط في وزارة المالية ووزارة المالية هي المالك لأكبر شركات التأمين نطالب في الإصلاحات الجديدة أن تكون سلطة الضبط مستقلة وكذلك مجلس منافسة حقيقي لنظم المنافسة في الجزائر لهذا نقول لك لو كانت هناك سلطة الضبط ومجلس منافسة ستكون على الأسعار وهذا سيجعل شركة التأمين أنها تحسن خدمتها تنقص تعوض بالسعر لكن تعوض بالسعر الحقيقي وفي المدة الأقصر وبأحسن الخدمات لكن سعر التأمين سيكون كذلك لأن في بعض الأحيان يرتفع سعر التأمين ليس قضية سيكون السعر مقابل للخدمة جيد سيدة حسن خليفات هناك نقطة أو نقطة سين بقيت عندي هنا هي قضية الإسلامي الجديد أين هو تكافل هكذا اسمه نعم تكافل هو المشروع اليوم الجزائر ستفتح ما يسمى مجالات جديدة لاستقضاء أكبر عدد ممكن في الصيرفة الإسلامية ولا في التكافل الإسلامي هذه مجالات جديدة لكن أنا نقول أنه ما زال اليوم الجزائر كدولة وكنظام مشينا في هذا الطريق اليوم الرئيس الجمهورية يتكلم عن الصيرفة الإسلامية عن فتح الأبواب للصيرفة الإسلامية نظن التكافل كذلك راهو ماشي لكن القوانين ما هيش محضرة بمئة بالمئة لكن أنا نقول أنه رح يمشي إلى جانب القطاع الكلاسيكي ما رحش يكون الحل يعني الميراكل يعني معجزة رح يمشي لازم وقت لازم لأنه هناك جزء من الجزائريين اللي عندهم معتقدات وعندهم يعني دي كونفكسيون نعطوهم هذا لنستقطب الأموال ونستقطب الخدمات وهناك الجزائري اللي آمنوا بالنظام الكلاسيكي يمشيوا مع بعضهم لكن نخليوا الاختيار للزابود يمشي في الطريق هذا بش يكون يعني لأنه اليوم لو نشوف أكبر الدول الأوروبية يعني استعتمدت الصيرفة الإسلامية ومعنده مشكل ولما ونحن ونحن مسلمين يعني أصلا يعني هو منتج وعلى الزبون أن يختار ويتكون قوانين يعني الملائمة في أقل من أقل من دقيقة إذا سمحت سيد حسن خليفاتي مادم أنه الوزارة الوصية فتحت لكم الباب للحوار أهم الحلول التي طرحتموها من أجل النهوض بقطاع التأمين في الجزء والله نحن نستج إصلاحات عميقة منها يعني أول الحل الكبير عندنا مشكلتين كبيرتين هو يعني سلطة ضبط مستقلة وتكون عندها سلطة باش نعملوا معها باش ندخلوا إصلاحات حقيقية في قطة تأمينات الحل الثاني وهو أكبر يعني إصلاح ننتظره هو منع منع البيع التأمينات بالتقصيد أو لأنه هذا البيع بالتقصيد هو أكبر ضرر لقطاع التأمينات لأنه في كل العالم كل العالم ممنوع بيع التأمينات بالتقصيد لأن التأمينات مبنية على مبدأ وهو إذا لم تدفع الأقصاد أنت لست مؤمن شكرا جزيلا لك سيد حسين خلفاتي النائب الأول لجمعية شركات التأمينات الجزائرية شكرا جزيلا لك سيدي متواصلون دائما معكم مشاهدينا لن نبتعد كثيرا عن التأمين إلى عالم الاقتصاد بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر إلى أخباري الاقتصاد وإلى الزميلة ليلة نوار مرحبا زميلة مساء الخير سيد أحمد مساء الخير مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى أخباري الاقتصادي لهذا التلتاء والتي نبدأها من مجمع سوناتراك الذي أعلن عن استلامه المؤقت لمشروع توات جاز الواقع في أدرار هذا ويتم تشغيل المشروع بالشراكة مع نيبتوم انرجي وتم إنجازه من طرف تيكنيكوس ريو مايتس ويتمثل المشروع في حفر 18 بئرا منتجة للغاز وبناء وحدة لمعالجة الغاز بقدرة تصل إلى 14.3 مليون متر مكعب يوميا كما سيشكل استلام هذا القطب الصناعي الغازي الهام والذي يعد معلما رئيسيا في تنمية القدرات الانتاجية لصناتراك من الغاز والمنتجات المشتقة له إلى قطاع التجارة الآن حيث سيتم عم قريب إسناد مهمة المراقبة وقمع الغش لـ 75% من موظفي مديريات التجارة عبر الوطن وسيكون دور مديريات التجارة رقابي وليس إداري حسب ما صرح به أمس وزير التجارة كامال رزيغا الذي أمر أيضا بتقريس فترة تسليم السجلات التجارية إلى 12 ساعة أو أقل قبل حلول الـ 31 ديسمبر من السنة الجارية كما أبرى بتوسيع دائرة استخراج السجلات التجارية لتشمل أصحاب الحرف المتنقلة على غرار الكهربائيين والرصاصين والميكانيكيين تعد المنطقة والصناعية بالبويرة من أهم المناطق التي تسهم في تنية الإنتاج الوطني إلا أن تهيئة أقول المنطقة هي من بين الانشغالات التي يرفعها المستثمرين إلى الجهات الوصية التي أكدت الانتهاء منها في الآجال القريبة يقول قدور جوابي في هذا الروبرتاج ما يزيد عن الستين مشروعا تم توطينه بالمنطقة الصناعية واد البردي بالبويرة منها خمسة وعشرون مشروعا طور الاستغلال غير أن تأخر التهيئة الخارجية للمنطقة عرق لحركية الاستثمار عندنا شوية مشاكل في 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 التهيئة الخارجية إن شاء الله على كل حال المؤسسة الوطنية منها لديم ولاخر صمورا ومشين معنا رفقوا فينا كما رأيكم شفتوا عندكم الطريق الطريق المؤدي إلى الشركة والتزويد بالكهرباء والغاز الجهات الوصية طمأنت المستثمرين بتسريع تهيئة المنطقة الصناعية وتوفير كل الاحتياجات التي تسهم في نشاط المؤسسات واستغلال كامل طاقتها هذه المنطقة استفادت من غلاف مالي جد معتبر وهي حاليا كما لحظتم في عملية التهيئة ونقدر نقول أن هذه العملية تسير بصفة عادية وإن شاء الله لملا في أشهر القادمة إن شاء الله سوف يتم ربط هذه المصانع ب جل ولملا كل الاحتياجات قد سندت عملية تهيئتها إلى العديد من الحصص الأهم منها هي عملية تزويدها بالمياه الصالحة للشرب وكذا ربطها بشبكة الصرف الصحي أما في شبكة نقل الغاز وربطها بالغاز الطبيعي وكذا ربطها كذلك بشبكة الأليف البصرية فقد تم أخذ بعين لاعتبار كل ذلك منطقة واد البرد قطب صناعي يسهم في دعم الإنتاج الوطني إلى جانب تحريك سوق العمل من خلال توفير ما يزيد عن ثمانية آلاف منصب عمل مستقبلا دوليا ما تزال العملة اللبنانية تتهاوى رغم دخ البنك المركزية الدولار في السوق المحلية بهدف وقف تدهور قيمة العملة الوطنية لا سيما مع ارتفاع سعر الدولار مما سهم في تراجع القيمة الشرائية للليرة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في ظل عجز الحكومة في ضبط الأسعار ووقف عمل السوق الموازية إلى أخبار النفط حيث تراجعت أسعار النفط اليوم بعد أن عمد المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح إطرى مكاسب قوية في الجلس السابقة وتراجعت العقود الآجلة لخام البرنت بنسبة 0.57% ليصل إلى 41.61$ للبرميل وانخفض الخام الأمريكي ب63 سنة ليسجل 39.37$ للبرميل ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم مع اتجاه المعدني لتحقيق أفضل أداء بنحو 0.2$ ليصل إلى مستوى 1783.90$ للأوقية ونختم نشرة الاقتصادية مشاهدنا بإطلالة لصرف أهم العمولات الأجنبية مقابل الدنارية الجزائرية نتابع نهاية أخبارنا الاقتصادية لنهار اليوم شكرا لكم مشاهدنا على كرامي المتابعة الآن العودة إلى زميل سيد أحمد وتتمت فقرات برنامج الجزائر اليوم شكرا لك زميلة نيلان ونلتقي في مواعد أخرى بحول الله نلتقي غدا بحول الله نفس التوقيت وعلى نفس القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة